اسم الدرس العم عزيز انطلق الزورك في الهزيع الثاني من الليل يمخر عباب اليم متجها نحو أماكن الصيد على عادته وفوق ظهره أهله الذين ألفهم وألفوه كل منصرف إلى عمله استعدادا لإلقاء الشباك وفي لحظة شرود انفلت عمود بكرة فدار دورة سريعة وضرب عم عزيز ضربة قاصية قذفته إلى البحر قامت ذجة بين البحارة وما أسرع ما تبادر ثلاثة منهم إلى الماء ولم يغيبوا طويلا حتى كان الغريق طافيا على السطح تحمله سواعد حبيبة مخلصة وعاد الزورك أدراجه في اتجاه اليابسة في أقصى سرعة تقدر عليه محركاته وأرسل الربان إشارات باللاسلكي تطلب النجدة العاجلة توالت الأحداث بسرعة ولم يطلع الفجر حتى كان عم عزيز بالمستشفى يأن أنينا خافتا لا يكاد يتجاوز صدره وتقف على سريره ممرضة شابة تتابع تطور حالته الصحية حسب تعليمات الطبيب لم يلبث عم عزيز أن فتح عينيه مع طلوع الصباح وأجال بصره في الغرفة يحاول التعرف على المكان حتى وقعت عيناه على هذه الشابة المنتصبة عند رأسه حدق فيها كأنما هو يستعين بها على اكتشاف المجهول وفك رموزه أمرت الممرضة يدها برفق على جبين عم عزيز قائلة لا بأس عليك زال الخطر والحمد لله فغمغم بكلمات تقطعت على شفتيه لم تفهم الممرضة منها شيئا ولتخفيف حالة الحمى والاضطراب التي يعانيها بادرت إلى حقنه حسب توصية الطبيب بمسكن يهدئه وبعد أسبوعين شفيا عم عزيز فسمح له طبيبه بمغادرة المستشفى في اليوم الموالي على أن يقضي أسبوعين على الأقل في النقاهة وخرج الشيخ محفوفا بأصدقائه البحارة الأسئلة أولا دارت أحداث النص في مكانين مختلفين المكان الأول المكان الثاني الجواب المكانان هما البحر والمستشفى ثانيا أكتب قرينتين من النص تدلاني على أن الزورق عصري القرينتين هما انطلق الزورق في الهزيع الثاني من الليل يمخر عباب اليم لم يطلع الفجر حتى كان عم عزيز بالمستشفى ثالثا لماذا انطبعت صورة الممرضة في ذاكرة العم عزيز؟ الجواب انطبعت صورة الممرضة في ذاكرة العم عزيز لأنها اعتنت به وعملته بلطف رابعا أذكر ثلاثة أعمال قامت بها الممرضة الجواب 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 جريره ممرضة شابة تتابع تطور حالته الصحية حسب تعليمات الطبيب خامسا عندما وصل العم عزيز المستشفى كان في حالة خطرة ما هي القرائن الدالة على ذلك من النص؟ الجواب الجواب القرائن هي بالمستشفى يئن أنينا خافتا لا يكاد يتجاوز صدره يحاول التعرف على المكان سادسا أعوذ ما تحته صطر بما يفيد نفس المعنى يمخر عباب اليم يساوي يشق أعماق البحر سابعا أرتب الأحداث التالية حسب ورودها في النص نقل البحارة عم عزيز إلى المستشفى غرق عم عزيز في البحر عاد الزورك إلى الشاطئ أنقذ البحارة عم عزيز الجواب الجواب ترتيب الأحداث حسب تسلسلها في النص ثالثاً نقل البحارة عم عزيز إلى المستشفى أولاً غرق عم عزيز في البحر رابعاً عاد الزورك إلى الشاطئ ثانياً أنقذ البحارة عم عزيز أنتج فقرة متماسكة البناء بالأحداث السابقة بينما كان العم عزيز في البحر يتأهب للعمل ويمني النفس بصيد وفير إذ انفلث في غفلة منه عمود بكرة فدار دورة سريعة وضرب عم عزيز دربة قاصية قذفته إلى البحر فلمحه البحارة وأسرعوا لنجدته وحملوه إلى المستشفى ثامناً من أنقذ العم عزيز من الغراق؟ ما رأيك في هذا العمل؟ الجواب أنقذ البحارة العم عزيز من الغرق هذا عمل جليل يدل على تعاون البحارة ومساعدتهم لبعضهم البعض وقت شدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر